اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهرة في هذا البرنامج تفتح الهيئة أبوابها ونوافذها وقنواتها لاستقبال ملاحظاتكم آرائكم اقتراحاتكم كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير خدمات هيئة الصحة سواء لدارية والصحية أيضا كل ما يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل عام وفي دولة الإمارات أيضا عموما أرقام التواصل معنا 600551414 عبر الاتصال وللرسائل النصية على الرقم 4006 عدا أنا كل ما أطلع إجازة أنسى الأرقام قلتها صح عيسى؟ صحيح طيب مثل ما عودناكم نبتدي معاكم برنامجنا بجولة سريعة على هم الأخبار ومستمعين يعني غدا إن شاء الله سوف تشهد إمارة دبي انطلاق أعمال مؤتمر التنظيم الصحي والسياحة العلاجية في دبي هذا المؤتمر مثل ما قلنا بيكون على يومين الثلاثة والأربعة المقبلين في دورة الثانية وذلك تزامنا مع انطلاق المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية الثانية عشر وبمشاركة أكثر من 400 عالم وخبير وطبيب في المجال الصحي والسياحة العلاجية يمثلون 29 دولة ومئة وكيل ومنسق من مختلف الجهات والهيئات ذات العلاقة بالسياحة العلاجية محليا وعربيا وعالميا ينطلق المؤتمر الذي تنظمه هيئة الصحة بدبي برعاية هيئة الصحة بأبوظبي والشارقة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وطيران الإمارات وشرطة دبي ودائرة السياحة والتسويق وجمعية الإمارات الطبية والمنظمة العالمية للسلطات التنظيمية الصحية والمنظمة الدولية للسياحة العلاجية وعدد من المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة طبعا يناقش المؤتمر المعايير والسياسات الناظمة للقطاع الصحي بدبي سواء كان ذلك للمهنيين أو العاملين في المجال الصحي وأيضا يعني كذلك المنشآت الصحية التي تعتبر مرجعا لكثير من الهيئات التنظيمية المحلية والأقليمية والعالمية وسوف يتم مناخشة آخر مسجدات العالمية في مجال السياحة الإعلاجية وتطبيق معايير ومفاهيم الجودة لتحسين تجربة المرضى طيب من عدد الرعالي أو الشركاء اللي موجودين في هذا المؤتمر بتلاحظون أهمية هذا المؤتمر مؤتمر مهم جدا سعيد جدا أني أنا أسمع حتى أحيانا لما نطلع في الشارع حتى من قبل الأجانب إذا ما نتكلم معه من الأجانب في دبي تحدثون عن السياحة العلاجية وما وصلت إليه إمارة دبي في هذا المجال فمؤتمر مهم نتمنى لكم التوفيق ونحن بتكون لنا إن شاء الله رسالة يومية من خلال هذا المؤتمر طيب الآن مشروع سلام نحن تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي واليوم بعد أذكر لكم هذا الخبر أنهت هيئة الصحة بدبي مرحلة التصميم والتجريب وهي المرحلة الثالثة لمشروعها الاستراتيج الحيوي الملف الطبي الإلكتروني الشامل والذي أطلقت عليه مسمى سلامة وذلك بمشاركة فاعلة وناجح من الأطباء والفنين وطاقم التمريض بالإضافة إلى الكوادر الإدارية وحددت الهيئة شهر يناير المقبل لبدء الفترة التدريبية لكافة المستهدفين والذين يتجاوز عددهم في هذه المرحلة ثلاثة آلاف موظف وموظفة وذلك على فترتين صباحا ومسان وعلى مدار الأسبوع تمهيدا لبدء تطبيق النظام فعليا مطلع إبريل المقبل في الوحدات الطبية المعنية بهذه المرحلة طبعا يعد مشروع الملف الطبي الإلكتروني الشامل سلامة الذي تتبنى هيئة الصحب بدبي تنفيذة المشروع التقني الأكبر من نوعي في المنطقة والمعتمد على آخر ما جادت به التكنولوجيا الحديثة والوسائل الذكية التي توثق عملية التواصل القائم بين المريض والطبيب وهو يمثل نظام إلكتروني موحد يطبق على مستوى كافة الوحدات الطبية والصحية بالهيئة يعني جميع المستشفات والعيادات والمراكز التخصصية في هيئة الصحة بدبي والذي يخصص سجل فردي إلكتروني موحد للمريض يشمل معلومات الطبية كاملة يعني إن شاء الله مع انتهاءنا من هذا النظام الواحد ملف الطبي معاه وين ما يروح يبغي في مستشفى لطيفة ولا مستشفى دبي ولا مستشفى راشد بيكون الملف الوصول لها بشكل يعني سهل يعني يمكن الطبيب الحصول على الملف الطبي للمريض مباشرة بغض النظر عن آخر مكان يعني تلقى في المريض العلاج وإن شاء الله يا رب يعني هذا النظام بيساهم بشكل أو بآخر في تخفيض عدد يعني بزاك الله خير يا فيصل بيخفض عدد المستوى دخول المريض وأيضا التشخيص ماله بيساهم بشكل أو بآخر كذلك في تطوير وخفض مستوى الزيارات وأيضا في تسريع حتى المواعيد الصحية والطبية لأن المريض بيكون كل شيء موثق عنده طيب الآن في أصل ما شاء الله حاطل الأخبار اليوم كل خبر صفحتين نزيل قبل أن أطلع فاصل أنا قتلت شيسي بره ما أعطأتي صح؟ طبعا نحن معانا في الاستوديو إن شاء الله بتكون دكتورة مونة أهلك المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة بتكون تواجدة معانا بعد الفاصل اللي عنده أي مداخلات حول مستشفى لطيفة فهي الجهاز اللي نرد عليها على الأرقام 40066 لا لا وشأت إجازة إجازة تعوني أمي الإجازة رقم التواصل على التنفون 600 551414 والرسائل النصية على 4006 ها هذا يصب يوم الواحد يغلط في الرقم ونزيل عموما عزيز كيف حالك زين نطلع فاصل عزيز عشان نشرب بالشاي معالك زين يلا فاصل مستمعين ومن واصل صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمون لكم هيئة الصحة دبي دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي طبعا مستمعين قبل الفاصل أنتم سمعت شوية حشرة في الاستوديو نحن سأخبركم نوي أنا معنا دكتورة مونة تهلك المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة قبل أن أبتدي معها الحوار أوش صبح جلال بالخير دكتورة؟ صبح جلال بالنور شرفتين ونورتين في برنامج صحة وسعادة الله سلامكم شكور على الدعوة الله سعى اليوم نحن نتحدث حقيقة عن مستشفى لطيفة يعني هذا المستشفى اللي حقق قفزات قفزات كثيرة في السنوات الأخيرة وأيضا يعني عزز مكانت الدولية بغرفة فائقة المستوى لجراحات المناظير ومركز تدريب عالمي طبعا هذه الخدمات وأيضا غيرها من الخدمات الأخرى التي يتميز بها هذا المستشفى اللي حقيقة نشوف دايما في ضرابة أن الحريم يبون يعني يولدون في هاي المستشفى ليش شسر وراء هذا الشيء هذا الموضوع كلما يطرحج أدامكم وأيضا اللي يحب يتداخل معانا حول خدمات المستشفى حول الملاحظات إذا كانت هناك يعني ما في عمل كامل ما في ملاحظات بالعكس هناك اقتراحات ملاحظات الواحد ممكن أنه يتواصل معانا على الأرقام اللي ذكرناها 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على الرقم 4006 هيئة الصحة بدبي أسست واحدة من أفضل غرف جراحات المناظير عالميا داخل المستشفى للطيفة هذه خطوة مهمة لتعزيز مكانة المستشفى ومركز الجراحات المناظير الحاصر على الاعتماد الدولي إلى جانب دعم تواجد المستشفى كمرجع إقليمي ودولي لهذا النوع من العمليات في الوقت نفسه تم تأسيس مركز فائق المستوى والتجهيزات لتدريب الأطباء على الأساليب الذكية في إجراء عمليات المناظير المعقدة والدقيقة دكتورة قبل ما ندخل في تفاصيل هذه العملية خبرينة لماذا تم إنشاء هذا المركز؟ هل كانت هناك حاجة لهذا المركز والهدف من هذا الإنشاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولاً أحب أشكر أخوي محمود على الدعوة طبعاً نحن في دبي دائماً ما شاء الله في تطور وفي هيئة الصحة بالذات نحب نقدم الأفضل أفضل الخدمات للمتعاملين عندنا فمثل ما أنت تفضلت في البداية قبل قلت لي ليش مستشفى لطيفة دوم الإقبال يعني على المستشفى والحريم الضاربن يعني ويبونيون مستشفى لطيفة مستشفى التخصصي حريم دومي الضاربن لا أسعر فيهاك مستشفى التخصصي يعني من ستوى المستشفى مستشفى أمراض نساء ولادة وأطفال يمكن في الفترة السابقة يعني المستشفى معروف بأنه كان مستشفى ولادة ومستشفى صراحة كانت الحالات اللي تتحول لنا هي أكثر حالات تعقيد خاصة في أمور الولادة وفي الولادات المبكرة والعناية بالخدج لكن طبعاً هذا جزء فقط يعني من خدمات نعم اللي هي أمراض النساء والولادة فكننا إحنا يعني كإدارة وكرؤية حابين نطور في جزء اللي هو اللي يخص أمراض النساء وهذا جزء كبير كبير منا طبعاً جراحة المناظير فكان الهدف أن نطور جراحة المناظير في المستشفى عندنا بحيث أن نكون مركز مش فقط في الدبي ولكن بإذن الله عالمي الحالات يعني مثلاً ممكن تينا من أي مكان ويون مش بس للعلاج لكن يكون حتى بإذن الله كمركز للتدريب هاي هي يعني إن شاء الله رؤيتنا بإذن الله فكان يعني بديهي أن في هالمنظومة لازم يتواجد عندنا الكادر طبعاً البشري المؤهل وفي نفس الوقت الأجهزة المتطورة وغرفة العمليات المتطورة وكذلك مركز تدريب علشان نقدر نقدم هاي الخدمة بصورة جيدة ومستدامة فيعني إحنا دائماً نعرف أن العنصر البشري سبحان الله ووايد مهم وأنك تدرب ترى من أصعب الأشياء أن يكون عندك إنسان سبحان الله أو طبيب متدرب ومؤهل فهاي كلها تبالها يعني مثلاً تدريبات واستعدادات وأماكن معينة ومراكز معينة تؤهل فهاي كان يعني عشان تركزنا على هالأمور جميل الآن العمليات اللي سوف تتم بتقنيات وهذه التقنيات اليديدة عمليات المناظر وكذا يعني دكتورة شو الفرق بينها وبين اللي ممكن تصير قبل من غير المناظر شو الفايدة اللي حصلناها نحن؟ الفرق كبير والفايدة كبيرة أخوي محمود يعني إحنا اليوم نتكلم عن نفس العملية بس فتحات بسيطة نتكلم عن فتحة صانتي يعني ثلاث أربع فتحات بصانتي ندخل فيها في بطن المريضة ونسوي العملية فنستأصل ونشيل وكل شيء بدل الفتحة هاي التقليدية الكبيرة اللي كانت 10-15 سانتي فغير أنه يعني شيء تجميلة للمرأة إحنا نتكلم حتى الألم حتى معاناتها أقبل عملية فرق كبير يعني تتكلم أنت عن وحدة بتسوي جراحة المناظر تتحرك اليوم الثاني وسائر البيت إذا ما بنفس اليوم اليوم الثاني جميل غير عن قبل يتمون ثلاث أربعة أيام خمسة أيام وبعدين إجازة شهر ونص شهرين هذا بعد أسبوعين لوحدة ترد سبحان الله حك طبيعتها يعني تقدر تبارس حياتها اليومية بشكل طبيعي طبعا هذا كلها عائد سبحان الله يعني مش بس على المستشفى عندنا دوران يعني الأسرة أسرع فنقدر نسوي حالات أكثر وغير شي حتى أن ترجع المرأة للمجتمع يعني على طاري التدريب دكتور أنا ذكر كنت في معرض من المعارضة يبينا هذا الجهاز والمناظير وكنا نتدرب صراحة يعني نسوي العملية قادرين أن نحرك الجهاز يبين يسار كنا نقول يعني سبحان الله يعني حتى على أيام الأيام اللي هي التكنولوجيا اليديدة مع الروبوت وغيرها من العمليات أعتقد أن الواحد بيكون مبرمج أكثر من أنه طبيب صح عموما نرجع حق الغرفة الجديدة دكتورة كم عدد العمليات اللي تعملها المستشفى بشكل عام وأيضا كم عملية في الغرفة الجديدة هاي ممكن شو الكابيسيتي ما لها وكم تتوقعون أنه ممكن نوصل لإنهاية الشهر إذا حسبنا بس عمليات المناظير في المستشفى إحنا يعني تقريبا الحصائيات من خلنا نقول 2013-14-15 في ازدياد العدد كان مثلا 200 حالة في السنة أحين إحنا لهالوقت وما خلصنا السنة وصلنا 450 حالة جراحة مناظير فقط في المستشفى فأتوقع بنعدل 500 يعني لنهاية السنة بإذن الله في الغرفة هاي يوميا تقريبا ثلاث لأربع حالات بس في هالغرفة نسويها هذا أنت عندك عملية؟ الساعة 11 مريضتي بتكون في غرفة العمليات إن شاء الله نخليها شوي تتريعين إن شاء الله تلحقين عليها دكتور نحن نخلص قبل إهداش نحاول نخلص معك قبل إهداش إن شاء الله لكن يعني برجع على نقطة التدريب دكتورة التدريب كيف ممكن الواحد ينضم إلى قائمة المتدربين في هذا المركز شو هي الشروط اللي أنتوا تحتاجونها أو يجب أن تتوفر في المتدربين في هذا المركز إحنا بدينا برنامج الزمالة اللي هو أول برنامج زمالة على فكرة في دولة الإمارات في جراحة المناظير هذا البرنامج يتكون من سنة كاملة تدريب في المستشفى عندنا ويركز يعني تماما على جراحة المناظير فيعني الدكتور اللي يتعين في هالمنصب عندنا يكون معظم الوقت في هالحالات يعني يشوفهم قبل العملية وقت العملية يكون موجود في العمليات وعقب العملية أحب هنا بيين نقطة مهمة أخي محمود أعتقد إحنا دائما نركز أن التدريب فقط في غرفة العمليات أو يعني على التكنيكل اللي هو بالإيد وشذي لكن جزء كبير مهم في التدريب التشخيص لأن إذا ما شخصنا الحالة صح العلاج ما رح يكون صح فهذا يعني مهم جدا وخاصة في العمليات مهم يعني نعرف العضاء والأجزاء وين يعني علم التشريح ويد مهم الخياطة يعني أنت روحك قلت يوم في المعرض كنت تحاول يعني ما بسهل أنك تخيط مثلا بعد ما قصيت وشلت العضاء وشيء وإيدك برع أنت يعني بس يجب أن تتحرك النيدن هيا نعم نزيم فالكريتيريا أو خلنا نقول اللي يبغي ينظم إحنا حين ما شاء الله أورادي خلصنا طبيبة وحدة ما شاء الله عندنا خلصت هالبرنامج ما شاء الله عليها ومؤهلة بدت معانا طبيبة ثانية الدكتورة شيمة السويدي أحين ما شاء الله إليها بادية للسنة بإذن الله هي من الدكاترة اللي في الهيئة كانت في مستشفى دبي بس يتناحين سنة بتتمعنا عشان تتدرب في هالبرنامج المؤهلات بيسيكلي أن تكون طبعا دارسة طب مخلصة أو مخلص الدكتور الريزدنسي بروغرام أو برنامج برنامج الإقامة الإقامة أفوا الإقامة وحاصل على شهادة يعني بوست جراجويت يعني ولا البورد أو العربي أو المرسيو جي منها الشهادات اللي هو بعد التخرج وطبعا أهم شيء أهم مؤهل أن يكون عند الدافع والانترست أن يتعلم لأن يبالى وايد صبر ويبالى تعب ويبالى جهد صحيح دكتور أنا بستكمل معاك الحوار وإن شاء الله بحاول أطلعك قبل العملية إن شاء الله بعد الفاصل بعد الفاصل بنتكلم عن خدمات العامة في مستشفى لطيفة بشكل عام وأيضا اللي حاب يتداخل معانا حاول الخدمات اللي في مستشفى لطيفة خاصة يعني هذه الدكتورة موجودة ساعة الترشول لنا عندكم ملاحظات على مستشفى لطيفة موبواي يتبغي من الصدق يعني نادر ما تينا ملاحظات على مستشفى لطيفة للأمانة ونقولكم الباب مفتوح جدامكم اللي يبغي يتواصل مع الدكتورة موجودة معانا إن شاء الله بعد الفاصل بتكون الدكتورة المستكمل الحديث عن خدمات مستشفى لطيفة أعتقد غطينا نحن دكتورة غرفة العمليات الجديدة ما أدري تبغي تضيفين شيء لا في هذا المجال لا أعتقد غطينا عموما فبعد الفاصل متواصل فابقوا معنا صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الأكرام حياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة ونستكمل الحوار مع ضيفتنا في السوديو الدكتورة مونة تهلة كالمدير التنفيذي لمستشفى لطيفة وأيضا الدكتورة كذلك هي رئيسة الاتحاد الدولي للمستشفيات شو يعني الاتحاد الدولي للمستشفيات؟ أنت رئيسة كل المستشفيات في العالم؟ لا لا هو أنا عضوة في الاتحاد الدولي للمستشفيات وأمثل الإمارات ودبي وهيئة الصحة تم انتخابت مؤخرا لرئاسة هذا الاتحاد؟ نعم كان في هونغ كونغ في شهر خمسة جميل أول امرأة ترأس هذا الاتحاد أنت أو في حريم قبلت؟ لا كان في قبلي في إماراتية قبلت؟ هي كان في إماراتية قبلت ممتاز ممتاز طيب فالاتحاد الدولي هو اتحاد يعني من زمان يضم طبعا المستشفيات وهدفه أن التركيز على أفضل الممارسات الإدارية يعني hospital management مش يعني clinical ولا أشياء طبية لكن هذا هو يعني اللي يركز عليه هذا الاتحاد شيرينج نالج مثل ما تقول بين المستشفيات المختلفة يعني فبيكون لنا إن شاء الله مؤتمر هو مؤتمرهم في ديربن جنوب أفريقيا في شهر 11 إن شاء الله تعالى وهيئة الصحم شاركة بأفضل ممارساتها بإذن الله تعالى في هذا المؤتمر ما تطلعون في الليل؟ يقولون المكان شي خطر في الليل ولا؟ والله يقولون يقولون بس إحنا يعني موسلي هو زين إن المؤتمر يعني قريب الفندق وتيفة إن شاء الله ومجموعة بإذن الله دكتورة نرجع لمستشفى لطيفة ونتحدث عن الخدمات التي يحتويها هذا الصرح الطبي الكبير حقيقة يا ترى ما هي التخصصات التي تتواجد أو الخدمات التي تقدمها المستشفى لطيفة؟ لأن بدينا بأمراض النساء أحب أكمل في هذه التخصصات وإن شاء الله بعدين بنتكلم عن تخصص الأطفال لأن هذا بعد تخصص كبير عنا في المستشفى في أمراض النساء غير جراحة المناظير إحنا مركز لانتباه بطانة الرحمة المهاجرة مرض تقريبا يمكن يصيب 5-10% من الحريم يعني وجدا صعب علاجة لأنه جراحي فيتطلب أنه بالفعل يكون مركز متخصص وإحنا ولله الحمد نقدم هاي يعني عنا في المستشفى وعلى مستوى يعني يغطي تقريبا حتى دول الخليج ودول العالم أنا يعني أفتخر اليوم أن نحن يونا مرضى ترى من دول من العالم الأسبوع الياء عنا مريضتين من United States ووحدة من كندا يايين بس عشان هالمركز بالذات يعني قبل نحن نطرش مرضان عندهم الحين هم قاموا يطرشون مرضاهم عندنا نعم نعم والله ممتاز هذه مفخر الصراحة بجانب هالمركز طبعا أن بعد بدينا تخصص الأمراض السرطانية عند النساء فولله الحمد قمنا نسوي هالعمليات بعد إهني ومبعد بالطريقة التقليدية كذلك بالمنظر كذلك عنا تخصص اللي هو سلس البول اللي يستوي عند الحريم أو النزول يعني بعد عمر معين أو من الولادات فهاي هي بعد العمليات اليوم تستوي عندنا بعدنا أحب أركز ترهي مش بس العمليات لكن التشخيص قبل والعلاج حتى القبل أحيانا يكون العلاج بسيط أنه يحتاج مثلا رياضة معينة فهاي كلها يعني اللي عنا حين اليوم في لطيفة مش مبس دكتور أو دكتورة هو فريق عمل وهذا الفريق يتكون من أطباء وتمريض وفنيين مع بعض فهذا اللي يميزنا يعني هذا بالنسبة لأمراض النساء وطبعا الولادة والولادات الحرجة والعناية عندنا بالخدج من أفضل ما شاء الله يعني المراكز في دولة الإمارات كذلك في أمراض الأطفال عندنا جراحة الأطفال وطب الأطفال في جراحة الأطفال مستشفى لطيفة تتميز بجراحة المسالك البولية عند الأطفال وحتى جراحة القولون فهي الأثنين يعني عنا ما شاء الله يعني top notch طيب دكتور على معظم الملاحظات اللي كانت تتينها على المستشفى شغلتين يعني الشغلة الأولى أن الطواري عندكم في تأخير عند المرضى ما تحطو لهم مثلا تكون في زحمة تكدس المرضى في هذا المجال بالنسبة للطواري وأنا اللي عرف أنتم عملتم مجموعة حلول يعني لتفادي مثل هذا الموضوع وإيضا في توسعات أعتقد في المستشفى الثنين كانوا يتكلمون أنتم ما تستقبلوا ما في أسرة دائما عندكم زحمة دائما عندكم زحمة فشو اللي سويتوا عشان تعرجوا مثل هذه الأمور بالنسبة للطواري طبعا دائما يعني الناس يبون عيالهم عندنا خاصة في الأطفال وإحنا نتكلم يعني أعداد ستين ألف وأكثر ترى في السنة نشوفهم في الطواري وعرف هذا لأن الناس ما شاء الله عندها الثقة وتثق في الدكاترة لكن اللي يستوي أخوي محمود شو أنه في الطواري تختلط الحالات اللي طارئة جدا مع اللي عادي نعم اللي غير طارئة في سلم أعتقد أو التصنيف الدولي لحالات الطارئة نعم المعتمد في مستشفىات الهيئة نعم فلما تكون الحالة مثلا غير طارئة جدا أو اللي نسميها إحنا لبل فايف الانتظار أحيانا ممكن ساعتين أو في أوروبا أعتقد دكتورة يعني ممكن يمتدلين ست ساعات طبعا أي وفي أمريكا عادي ثمان ساعات حتى عشر ساعات أحيانا طبعا إحنا نعرف توقعات المتعاملين عندنا ويد أكبر عن شيء وإحنا هنا يعني نبذل أقصى جهدنا عشان نقدم أصلا أفضل الخدمات وما نباهم أصلا يتريون لكن بعد تكون في أولويات لأن الطوارئ هلين يشو ممكن نقول؟ شو ممكن نخبر المستمعين أنهم لازم يتصرفون في هذه الحالة؟ إذا كانت الحالة يعني ما تستاهل النيون مثلا المستشفى فيه ما شاء الله العيادات المراكز الصحية المراكز الصحية اللي شغالها أربع وعشرين ساعة نحن عنا مركز في البرشة ومركز في ند الحمر أربع وعشرين ساعة ساعات الواحد شو يحط في بالد دكتورة؟ ولد أو بنتتي يعني تعرفين يحس أن قطعة منها وزعلان يعني يضايق يشوفها كذا مريض ولا شيء فهي حالة طارئة بالنسبة له صحيح بالنسبة لهو حالة طارئة يمكن بالنسبة للتصنيف الطبي قد يكون هناك حالات أكثر أهمية في هذا المجال لكن هو يحط في باله سوري يعني أنا إذا صرت المركز الصحي بترايه يمكن ساعتين أو ثلاث ساعات وفي المستشفى نفس الوقت يعني شو ممكن يقول له لا أنت تروح للمركز الصحي لأن في المستشفى في حالات أهم ممكن واحد يشوفها نعم وأعتقد يعني صحي يمكن حتى في المركز الصحي أن يعني الانتظار يوصل لساعتين بس في أغلب الحالات هم وايد أسرع صحيح وايد أسرع لأن الحالات أقل يعني أو مو بقصدي أقل قصدي يعني أن في حدتها نظر وفي هي فعشان شيء إحنا دائما ننصح أن إذا كانت الحالة ليست يعني مثلا حارجة جدا الأولى أن يروحون المراكز الصحية مجد ومثلا ما تفضل بعد عندنا توسعة إن شاء الله توسعة قسم الطوارئ بإذن الله تعالى إن حاول نكبر في المكان وكذلك إضافة إن شاء الله لأجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية في نفس التوسعة بإذن الله تعالى إن شاء الله يا رب وعن الأسرة دكتورة دائما عندنا طبعا طلب كبير على الأطفال الخدج ونقل الأطفال الخدج من المستشفيات الثانية كذلك تم توسعة يعني يستوينا من 43 سرير إلى 64 إن شاء الله إن شاء الله هي فكبرنا وطبعا بس دائما يكون هذا الطلب يعني موجود إحنا نفس الشي يوميين الطلب أو الريكوست نشوف الحالة وإذا عنا سرير ناخذ الحالة على الطول في شغلة دكتورة لاحظت أنا كذلك من عدد المستمعين عدد كبير من المستمعين دائما ما تجي إنا أجمة الخير وفرونا سرير بروحنا غرفة بروحنا أحيانا راجعت كذا طلب طلعا الموضوع أن يكون في هذه الغرفة لأن الغرفة هذه عليها متابعة مستمرة من الأطباء ممكن نقل لغرفة الوحدة ممكن شوي المتابعة تقل هل هذا الكلام سليم؟ نعم طبعا لأنه يعني مثلا اليونت أو الوحدات في الهاي ديبندنسي أو الاي سي يو هل أماكن أو مبحثة الاي سي خلنا نقول على الهاي ديبندنسي هذا يعني معناته محتاج المريض ملاحظة وملاحظة دقيقة وان تو وان فأنك تنقل المريض في هاي الحالة لغرفة روحة يعني بيأثر وبالعكس بيكون ضرر للمريض صليم طيب الآن يعني إن شاء الله نتوقع أن مساءل الأسرة وكذا بعد العمليات مالت المناظير وتذبت خف شكله وبآخر إن شاء الله فالطبعا هي لأننا نبدأ نشجع جراحة اليوم الواحد إن شاء الله فأغلبهم منهم يدخلون نفس اليوم العملية ويروحون نفس اليوم إن شاء الله جميل الآن دكتورة حين بطلع من شاسما مثل ما يقولون عباءة المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة وبتحدث مع الطبيبة الدكتورة مونة تهلك دكتورة مونة تهلك أنت زميل القلية الملكية للطبع والجراحين بغلاسكو بالمملكة المتحدة وأيضا بداياتك في مجال الطب كان يعني الناس يعرفون أن لين الحين أنت تسويين عمليات كذلك مع الأعباء الإدارية لكن أثرت أنت أنت تظلين تسويين العمليات هذه بشكل أو بآخر عندك البورد الأمريكي في أمراض النساء والولادة هذه الفترة اللياية تقريبا أقل من خمس دقائق أو عشر دقائق بتكلم عن الأمراض أمراض النساء والولادة والأطفال بشكل عام فخلينا نتكلم شو الأشياء اللي تنصحينها من خبرات للمرأة الإماراتية أو المرأة التي تعيش هنا في دولة الإمارات شو المفروض تسوي دائما لمتابعة حالتها تصحيح بسيط بس أنا الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا إيرلندا هي ما تخلصت الطب هناك وعقب ليش؟ غلاسكو ما في إيرلندا؟ لا غلاسكو في بريطانيا أنا كنت في دبلن سكوتلندا غلاسكو غلاسكو هي سكوتلندا إيرلندا دولة مستقلة شمال إيرلندا طبعا تابعة بعدها لبريطانيا لكن جنوب إيرلندا دولة مستقلة هل هذا الكلام بيأثر في علاج المرضى؟ لا تحضر سعر في عجل فبالنسبة للمرأة الإماراتية إذا أخذنا مثلا شي مهم جدا أحب أن كل الحريم وحتى البنات على فكرة المفروض أن يكون في عنا شي اسمى ثقافة أن أروح أتابع لو أنا بخير في شي اسمى مرة في السنة شيك أب بالضبط بالضبط فحص عام جنرال شيك أب لو أني بخير ما عندي أي مشكلة بس لازم هاي الثقافة تكون موجودة هذا أعتقد على تأمين سعادة الحين عشان واحد يجدد التأمين ماله لازم يسول شيك أب هذا صحيح نعم فها بالعكس شيء وايد طيب يعني نزين ويوم مثلا تبغي تحمل الفترة هاي اللي قبلها الحمل مهمة جدا أن تسوي بعد فيها الشك أب تتأكد أن ما عندها أي مشاكل صحية هي ما تعرف عنها أو أن الفيتامينات عندها مثلا فيها نقص اليوم نسمع عن فيتامين دال يعني ثلاثة أرباع اللي في الإمارات عندهم نقص في فيتامين دي فهاي الأمور كلها مهمة جدا قبل أي شيء يعني حتى بفور بلانينغ مثل ما يسمون وفترة الحمل نصيحتي الوزن تراقب يعني الوزن لأنه وايد عنا شفتوا أعتقد من فترة حطوا من أكثر الدول سمنة في العالم إحنا رقم ستة الإمارات فيعني ينتبهون نحن ترى نطمح للمركز الأول لا مف السمنة فمهم جدا لأن فترة الحمل هاي مثل ما تقول يعني تاخذها المرأة كحجة أنها تأكل أكثر تأكل أكثر والله هي فترة الحمل وفترة الحمل بعد نحس ألف هذا الحريم يعصبوني وواحد أحين تحصل تحصلني بوحدة دكتورة يعني ما شاء الله يعني تقولي لها أنت متينة يعني خفي من الأكل وهذا تعصب ليش؟ يقول لك ترى من الأشياء لي ما تقول حق الحريم كم عمرت وكم وزنت بالضبط من زي فجدا مهم الوزن وحتى يعني نلاحظ أن مثلا قبل العرس وزنها تكون وائد ضعيفة بس تتزوج يتغير الوزن يعني فهاي من الأشياء المهمة وبالنسبة للولادة طبعا أنا دائما أشجع الولادة الطبيعية وأن يخلون الولادة القيصرية لضرورة فقط لا يكون هذا الشيء الطبيعي لتطلبها فهم يعني وائد مهم دكتور نتكلم فيه شوي بعضيه وقت مسألة الحرمة دائما دور الغيصرية لأنه أسهل يقولون عن الولادة الطبيعية الآن أنتوا كمستشفى هل تمشون على الكلام اللي يقول للمريض أنه أبغي غيصري ولا تحاولون أن تولدون طبيعي أول شيء؟ طبعا نحن دائما نشجع الولادة الطبيعية ودائما ننصح في الولادة الطبيعية إلا إذا كانت الحالة تستدعي حتى لو يتنى وحدة ويعني مثلا تقول لا هاي الأسهل إن فهمها إنه لا كيف أسهل فنشرح لها بالضابط ونشرح المضاعفات اللي ممكن تصير من العملية القيصرية فيعني نخبرهم آخر شيء طبعا القرار للمريضة لكن إحنا الحمد لله يعني النسبة هاي قليلة جدا التي تطلب الولادة الغيصرية جميل دكتورا الوقت بدأ يداهمني ما أدري في محاور معينة تبغين تحدث عنها يمكن نسيتها ولا ما قلتها من الخدمات اللي أنت تقدمونها في مستشفى لطيفة أعتقد غطينا كل شيء بالنسبة لطب الأطفال طبعا نحن تخصص أمراض القلب عند الأطفال الأمراض التنفسية الأعصاب تخصص جدا مهم عندنا في مستشفى لطيفة وأمراض الدم الآن نحن عندنا أنا نمك في بداية الحلقة تكلمت عن السياحة الإلاجية ومؤتمر السياحة الإلاجية دكتورا نعم أيضا في هذا المؤتمر نحن نتحدث حتى وجود الهيئة ومستشفياته كجزء في هذه المنظومة اللي سيتم أو تم تداولها حاليا وأنت ذكرت أننا بديتوا تستخدمون بيشن من خارج الإمارات فأريد أتكلم وين مستشفى لطيفة من منظومة السياحة الإلاجية طبعا يعني إحنا معها الرؤية وإن شاء الله بإذن الله هدفنا أن نكون في يوم جهة رئيسية يعني نستقطب في السياحة الإلاجية مؤتمر مهم جدا وبكون إن شاء الله حاضرة باشر أنا مع الدكتورة ليلى ومع معالي نتمنى أن نركز إحنا مثلا كمستشفى على تخصص أو ثنين نكون الجهة اللي تعرف بأن هاي هي المركز والناس يعني تبدأ تيه مثلا حق علاج معين مثل جراحة المناظين نعم للمركز هذا المركز الدولي والمعتمد إن شاء الله واللي نتمنى أن يكون رقم واحد عالميا إن شاء الله ونحن يعني أنا حقيقة ما أستبعد إنه ممكن أن يكون رقم واحد أكيد إن شاء الله بإذن الله هاي هدفنا بإذن الله إن شاء الله تعالى أيضا دكتورة يعني قبل أن نختم إذا عندك كلمة أخيرة تبقى أنت واجهينا للمستمعين للجمهور لأي شخص أحب أقول إن إحنا إن شاء الله يعني في المستشفى هدفنا خدمتكم هدفنا نقدم لكم أفضل إن شاء الله الخدمات والممارسات ونحب نسمع اقتراحاتكم للتطوير بإذن الله تعالى يعني تحت أمركم إن شاء الله ودائما في الخدمة طبعا مستمعين أنا يعني قبل أن أختم بس أبغي يعني أتكلم عن دكتورة مونة لأن هي أحد الشخصيات النسائية البارزة في دولة الإمارات أنا ما أعطيت حقها في هذا المجال كنا نبغي نركز على الخدمات اللي في مستشفى لطيفة ولكن دكتورة مونة تهلك مثل ما قلنا اختيرت لعضوية الاتحاد الدولي للمستشفيات لتمثل الإمارات في المجلس اللي يتكون من 21 دولة دكتورة مثل ما ذكرتي من مختلف أنحاء العالم وأيضا لها الكثير من الإنجازات في المجال الصحي والإداري أنا جدا سعيد بهذه المقابلة دكتورة وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله وسامحيني على الطلطة عن المرضى لكن جدامت خمس دقائق تلحقين غرفة العمليات كل الشكر دكتورة مونة تهلك المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة على تواجدك معنا وأيضا شكر موصول للزملاء في قسم الإعلام اللي شاركوا في إعداد هذا البرنامج والزميل فيصل بن فارس التنسيق كان معنا في الإعداد والتنسيق وأيضا كان معنا في الإخراج الأستاذ عيسى سبيل وكل الشكر لفاطمة بوهناد بعد كذا كانت موجودة معنا في الستوديو مشكورة يا فاطمة شكرا لميثة في حد بعد نسيته ولا نسيت أقول اسمي آه عزيزي أبلنا شاي بعد إزاها الله خير ما قصر عموما مستمعين أتمنى لكم إن شاء الله دائما دوام الصحة والعافية ودائما نقولكم قبل أن نختم برنامجكم تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف ودمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر